وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لا يقدم عاقل على عمل إلا ويقصد هدفا محددا فيه المجنون وحده الذي يقدم على عماله بدون أن تكون له أهداف يقطع الشارع شمالا ويمينا وهو لا يقصد شيئا لا يريد الذهاب إلى مكان ولا يريد أن يعمل رياضة مثلا أو لأن المشه أمر مفيد وممتاز بعض الناس يتقولون كذبا وزورا يتقولون على الله يتقولون على رسل الله وأنبيائه الله عز وجل خلقنا لماذا؟ لابد أن نسأله لا أن أخترع أنا لا أن أتقول وأقول أن الله مثلا خلقنا للحب يعني يحب بعضنا بعضا أو مثلا يقول أن الآيات القرآنية المباركة التي نزلت في حق بعض الطغاة من البشر هذه إلى تأويل فرعون يدخل الجنة وهو من الصالحين زين القرآن يقول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يقول النار نار الحب نار المحبة آيات قرآنية متعددة بشأن فرعون تبين طغيانه اذهب إلى فرعون إنه طاغا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وما تذكر وما خشى ربه تقول على رب العالمين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقولوا عليه ربنا يقول وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى يقول وما هو بمجنون يطلع واحد يقول إن الرجل ليهجر مجنون يهجر يعني شو هذا نبيك خب إذا إنت تدعي أنه يهجر اسأله هل فقد عقله هذا معنى أن الرجل لا يهجر تقول من لا يخاف الله يتقول على الله من لا يخاف الأنبياء يتقول على الأنبياء يسأل أحدهم وكما ذكرت واحد كاتب كتاب يبين ستة أهداف للإمام الحسين في نهضته المباركة المقدسة هذه الأهداف هو مخترعها هو قاعد ويا نفسه مفكر ليش الحسين طلع قال الحسين طلع لأنه كان يريد الحكم في الكوفة كان يريد يحكم الحسين خرج على سلطان زمانه كان يريد يسقط حكومة يزيد هو يجلس مكانه لابد أن أسأل الحسين سلام الله عليه ما الذي كنت تقصده في نهضتك هذه لماذا خرجت من المدينة لماذا خرجت من مكة لماذا جئت باتجاه الكوفة أكو أشياء ظواهر الأمور طبعا للعلم قضية الجنة والنار قضيتان مهمتان جدا عظيمتان اتصور واحد مثلك إما يسكن في جنة الله في نعيم دائم مقيم وإما في نار سجرها جبارها لغضبها أبد الآبدين مقضية بسيطة ولذلك حينما ربنا يقول وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون ما لك حق أنت تروح تفسر الله ليش خلقنا خلقنا ليش إلا ليعبدون الله حينما يرسل الأنبياء ما من نبي أرسله الله إلا ليطاع بإذن الله نحن في القرآن ما عندنا كلمة قناعة بس عندنا كلمة إطاع اطيع الله مقتنع لو ما مقتنع كم من أمور نقوم بها في حياتنا اليومية من دون قناعة يوم اللي يكون الطفل وأرسلك المدرسة وسجلك فيها بالقناعة رحت للمدرسة اقتنعت لو بالقوة رحت ما كان يعجبك تروح مدرسة يعجبك تلعب هل حينما تذهب إلى الطبيب وأنت تعاني من مرض ويعطيك الدواء يحولك إلى الطبيب مثله بعدين يقنعك بهذا الدواء وأنه ينفع ويجيب لك تاريخ هذا الدواء وتاريخ التجارب السريرية عليه وبعدين تبلع الدواء وتأخذه لا يوم اللي يتروحون في الجامعة انتم اللي تختارون الدروس وللدروس مختارية لكم مسبقا في الغرب في الشارق وين ما تروح انت حينما تركب السيارة ويعلمونك طريقة سياقة السيارة طريقة سياقة السيارة انت اللي تعلم نفسك طريقة السياقة واللي يعلموك أغلب أمورنا نحن نمشيها على الطاعة مو على القناعة مو على القناعة رب العالمين يقول وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون لكن لازم نفهم معنى العبادة هل معنى العبادة أنه نحن نذهب إلى زاوية من زوايا مسجد أو إلى كهف من الكهوف أو إلى جبن من الجبال وكل نصلي ونركع ونسجد له كل شيء تعقوم به إما فيه طاعة الله فهو عبادة وإما ليس فيه طاعة الله فهو معصي من استمع إلى ناطق ذو اللي يقعدون على الموبايلات على النت يسمعوا لك الخرط والمرض وكلام فلان وكلام فلتان والموسيقى وما شابه ذلك من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان حينما تجلس على الطعام لأنك جائع يمكن أن تأكل الطعام ولك الأجر والثواب ويمكن أنك تأكل الطعام وأنت مأثوم أنت مأثوم معنى العبادة معنى واسع وإلى ربنا ما خلقنا في هذه الحياة إلا لنعبده ومن لا يعبده لا في دراسته لا في استماعه لا في أكله لا في شربي هذا دائما دايما يحصي رب الله يبين لك ليه شحن خالقكم مو أنت تقعد وتقرر لا بد أن تسأل الحسين يا أبا عبد الله ماذا كان هدفك من نهضتك مو إحنا نجلس ونقول الإمام الحسين كان يريد السلطة إجاب الطريق أتبين المعادلة مختلفة قال يلا يا بعدين ما جايين لهنا أنا خلي نواصل شو قضية هذه هدف من وراء خروجه منذ البداية أعلن إنها أهل بيت النبوة يوم اللي هددوا للعلم العدوان عادة من أصحاب الباطل يعني الذي يجرأ على الحق هم أهل الباطل من أراد أن يقتل الثاني قابيل رادي يقتل هابيله بالعكس من قتل الثاني قابيل له هابيل من أراد أن يرمي إبراهيم في النار نمرود قل له إبراهيم كان يريد يرمي نمرود في النار من تآمر على موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك موسى كان يريد يقاتل اللي بيدفت عصايا ورايح على طهوت زمانه فراطور أنا ربكم الأعلى ولفرعون هو الذي أراد أن يقتل موسى كل أهل الحق دائما لا يبادرون إلى التعدي نعم يقاومون إلى آخر نفس إلى آخر قطرة الدم إلى آخر رجل يقاوم لكن أني أكره أن أبدأهم بقتل قالها أمير المؤمنين سلام الله عليه في معركة الجمل قالها الإمام الحسين في كربلاء مع أنه شمر كان قريب ممكن ساهم واحد كان يقضي عليه وقالها مسلم بن عقيل حينما جاء عبيد الله بن زياد يعني تصور هذه المفاصل لو أن مسلما كان قد قتل عبيد الله بن زياد كانت نتيجة معركة الإمام الحسين مختلفة تماما عما حدث له ما قتل سمعت رسول الله يقول الإسلام قيد الفتكة أو قيد الفتكة لا ما أبدأ نعم الإمام الحسين يقول أنا ما أبايع إنه أهل بيت النبوة بنها فتح الله بنها يختم ويزيد شارب الخمور يعني حاكم المفترض فيه أن يطبق شريعة سيد المرسلين لازم يطبق شريعة سيد المرسلين هو من يلتزم هو من يلتزم بشريعة سيد المرسلين يقتل النفس التي حرم الله وقتلها يريق الدم الحرام ويأكل المال الحرام ويعتدي على العرض الحرام فاسق فاجر مثل الله يبايع ما بايع لا إلا لازم تبايع فأعلنها مسبقة في مكة أرسلوا فرق لاغتيال الإمام إن استطاعوا في الحج عند نفرهم من عرفات إلى مزدلفة عادة هناك هناك منطقة تصير شوية ضيقة عادة السراق واللصوص كانوا يكمنون لضحاياهم في تلك المنطقة فقالوا هذا يروح للحج ويوم اللي يوصل هناك نهجم عليه ونقتله من قتله مجموعة سراق مجموعة لصوص فعرف الإمام ذلك وأيضا الفرق اللي أرسلوها بعد أن غير يزيد بن معاوية والي مكة خلوا واحد من جماعة أولاد الحرام مكعب مسدس فقال له حتى وإن رأيتمونه متعلقا بأستار الكعبة وقتلوه شنور ما كان فأحل من إحرامي حينما كان الحجاج يحرمونه للذهاب إلى عرفات يوم التروي بس وديبين هدفه شنور أنت تقعد تقول الهدف إما هذا وإما ذاك وإما ذاك لا 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 حسين ديبين ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محق يعني إذا أهل الكوفة ما كانوا كاتبين للإمام رسائلهم ما كان يجي الإمام ممكن ما كان يجي الكوفة بس ما كان يقبل حكم يزيد طريقة أخرى كانت نهضة تأخذ لكن هذا صار سبب الجانب الشرعي الجانب الاجتماعي الجانب السياسي أنه رجل لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجته لطلب الإصلاح في أمة جد وهذا كلام قاله النبي نوح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله علي توكلت وإليه أني بيابا عددكم قليل خلي يكون أنا متوكل متوكل على الله الإمام يعرف أنه يقتل لكن يريد يعمل بتكليفة أنا واجب أن لا أقبل هذا الحق بايعوا ما بايعوا عند سيافة عند ذهب فضة عند أموال عند شرطة عند شرطة شغب عند تأييد دولي مو مهم أنا رجل أعمل بتكليف تكليف الحسين وهو الذي يمثل الحق الصراح أن لا يبايع الباطل الصريح يعني إذا الحسين يبايع يزيد خلاص تعديش الله أرسل أنبياء لماذا أرسل رسل لماذا لم يبايعوا الأنبياء طغاة زمانهم كانوا يبايعوا كانوا حكاموا قاعدين على الكرسي وأولو الأمر فالإمام هو الذي يبين ويقول سمعت جدي رسول الله يقول من رأى سلطانا جائرا شي سوي لا يعمل بأحكام الله ويخالب سنة رسول الله فلم يغير عليه بفعل ولا قوم حق على الله أن يدخله من يشوف سلطان وهذا السلطان يخالب حكم الله يخالب سنة رسول الله وجائر ظالم معادل هو أساسا السلطان اللي ما جاي من قبل الله ما إلك حق الطيعة حتى لو ما كان جائر لو عذبن كل أمة دانت لغير ولي من أوليائي وإن كانت الأمة في نفسها برة حديث قدس على شنه هذا سير حاكم عليه اتيازاته ليش ما جعلك الله عفدا لغيرك يطيع غيرك وقد جعلك الله حرا لا تطيع اطيع فأنت مأثوم هذه من المعاصي غير جائر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار تركنوا تميل قلبك فقط بمقدار أن قلبك يميل إليه بمقدار أنك أجرت جمالك للخليفة في طريق الحج وتتمنى أن يبقى حتى يعطيك كراك هذا المقدار الله يقول فتمسكم النار ترى الظلم مسألة رب العالمين حرمها على نفسه وما ربك بظلها من العبيد وحرمها على عباده والغريب أنه حرمها حتى على الحيوانات قدنا رواية أن يوم القيامة يؤتى بشاة قرناء في الدنيا كان على قرون كان على قرون وشاة ما على قرون هاي شاة اللي القرناء نطحت الشاة الأخرى اللي بدون من قرون نطعتها ظلما يوم القيامة رب يحييهم أثنينهم معنى ماكو جنة ونار للحيوانات بس يحي الاثنين في الشاة التي نطحت الله يعطيها قرون وذي تشياخر من عدال قرون وهاي اللي نطحت في الدنيا ظلما تنطع بعدين يموتهم حتى الحيوانة ظلم صغيره كبير ما تقول هذا ظلم بسيط فالشذب صغيرة حرام أكلنا من فلان لا لعد الله الظلم ظلم زين علينا أن نعرف أن حوادث التاريخ هي متسلسلة يعني ماكو حادثة تقع ثم حادثة أخرى مختلفة لا يتأتي من بداية لأن تنتهي إلى نتيجة هذا ما يقوله الأطباء في الطب أليس كذلك يوم اللي تروح الطبيب يريد يكشف عنك يسأل عن أبوك يسأل عن أمك أمراض الوراثية عدكم لما عدكم في صغرك كشلون كان وضعك لأن ما يجي المرض مرة وحدة أكو هي سلسلة كذلك حوادث التاريخ مو صدفة الإمام الحسين قام وصدفة يزيد صار في وقته وصدفة قتل الإمام الحسين ماكو هاي شكل اشي اكو سلسلة ونحن لازم نروح وراء الجذور ليش حتى نعرف السبب الأصلي سبب الأصلي نروح وراء قالوا فرد واحد عنده أبقار فواحد اجي سرق بقرة من عنده اللي كان يملك الأقبار قال لأولادي روحوا دوروا وأخذوا من عنده ثمن البقرة أو انتقموا منه ما راحوا واحد ثاني اجي سرق بقرة أخرى من عنده اجي وعد أبوهم قال روحوا على الأول على الأول روحوا واحد ثالث اجي سرق بقرة ثالثة هم اجي وعدك قال روحوا على الأول ليش انت في زيارة عاشرة تقرأ اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة تابعا له على ذلك اللهم العنهم جميع هي سلسلة حادثة تؤدي إلى حادثة وإلا مو صدف هذه الحوادث التي وقعت يقال أن البريطانيين حكموا أكثر من مئة عام إذا نحسب منذ البداية إلى النهاية وسرقوا خمسة وأربعين ترليون دولار من الهند لاستعمار البريطاني بدأ بشركة الهند الشرقية عينا مثل ما بدأوا في إيران ووقف أمامهم المرحوم مرزي حسن الشيرازي وحرم التنباق فالشركة جاية تتعامل تعمل تجارة يواش واش سيطروا على الهند هم اللي ينزلون الحاكم هم اللي يرجعوا هم اللي يزرعون الألغام ما بين الهند فرق تسد ويسوي لك باكستان ويسوي لك بانقلاديش أمه أمه وهل قد فلوسهم باقر واحد هندي سأل واحد بريطاني طبعا كلاهما من علية القوم واحد هندي كبير سأل واحد ضابط كبير في القوات البريطانية شلون انتو استعمرتمون أكثر من مئة عام قال لي عندي سؤال أنتو يجيكم سيل سيولي صرعتكم في الهند قال لي قالوا كل سنة قالوا كل سنة قال شا تسوون إذا جاكم السيل قال احنا نتعاون في مابيناتنا ونخلي ستائر أمام المي قال ومع ذلك السيل يضر قال نعم نعم يضر ويقتل ناس كثيرين قال شوفوا إذا احنا إجانا سيل نروح ندور تلك الحفرة الصغيرة فوق الجبال اللي تتجمع فيها الأمطار أو الثلوج هديكا نطمها أنت لا أنت ترعون وراء النتيجة يعني أنت تذهب لمعالجة النتيجة ما تروح وراء الجذور روح وراء الجذور أساسا كل شيء أمئيته بجذوره ليش يطلبون من عدنه أن نختار زوجة صالحة ليش لأن المرأة غير صالحة تنجب وردا غير صالح ليش الناس يشردون من الزواج بامرأة مريضة هذا مرض مثلا الأمراض المعدية لأن هذا المرض ينتقل لأولاده يريد الجذر يكون سليم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال إياكم وخضراء الدم قل يا رسول الله ما خضراء الدم قال المرأة الجميلة في منبت سوء مستنقع أنا شاير بعض المستنقعات تطلع نبتة ورد من أجمل ما يكون من أجمل ما يكون بس أنت إذا تروح تريد تقطف هاي الوردة بالنتيجة تتوسخ تدخل في المستنقع إياكم وخضراء الدم أنت لازم تروح وراء الجذور الإمام علي في أهدي إلى مالك الأشتر يوصيه بذوي البيوتات مو كل واحد اللي جاي من الشارع أصحاب بيوتات شخصيات لأن هذه الصفات تورث زين لابد أن نبحث عن الجذور كيف انتهت الأمة هذه إذا قتل ابن بنت رسولها وقطع رأسه ورأس أصحابه وإجراء الخيل على جثته والتفاخر بقتله ووضعوا رأس ابن بنت رسول الله في طاشت وبدأ الذي يحكم باسم خليفة رسول الله يضرب ثغره بالخيزرة شلون انتهت الهادي من وين بدأت من يوم اللي تنازلوا عن الدفاع عن علي بن أبي طالب سلام الله من ذاك اليوم بدأت الجذور القرآن يسميها شجرة شجرة الخبيثة ملعونة على كل حق فلازم نروح وراء الجذور من أين بدأت هذه ليش انتهت الى هاي النتيجة كيف انتهت الى هاي النتيجة صراحة مسألة كل ما واحد يفكر عقله يتوقف يصلون على الحسين بصلاة هم ثم يعودون ويقتلونه يعني بصلاة يصلي عليه سيفة قدامه يقتله يقتله رضيعة يقتل يسوان يقتله من وين اجت هذه هاي الطرقاع من وين جاية هاي مسؤولية الامة كلها ليش احنا ان نلعن الذين جاهدوا الحسين والذين سمعوا والذين تهيئوا وكل يوم سبعة كأنه شار محرم جاء رجل الى الامام الحسين سلام الله عليه دخل خيمته قال ابو عبد الله كنا مع ابيك في منصرفنا صلوا على محمد والمحمد كنا مع ابيك في منصرفنا من صفين يعني خلصنا توقفت الحرف في صفين ده نرجع فوصلنا الى هذه الارض الارض كربلة وكانت هناك شجرة الابوك يوم اللي شاف هذه الشجرة اخذ قبضة من تراب هذه الارض قال ايه ايتها التربة يحشر منك اناس يدخلون الجنة بغير حساب هذا كان جذور خوارج يعني انت ذات سأل الامام الحسن ليش ما استطاع ان انتصر على معاوية نصف جيشة خوارج خرجوا على الامام علي وقتلوا الامام علي بالنصف جيشة ما كانوا ايا بعدين كانوا ارتاحوا اخلدوا الى الارض ارتاحوا للنعيم ارتاحوا للاموال ارتاحوا ارتاحوا فقال هذا الرجل اظن انه كأنت مقتول يا ابا عبد الله واظن ان اباك كان يقصدك بعدين جاب لقصة قال يوم اللي نقلت هذا الخبر عن علي ابن ابي طالب لزوجتي وكانت مؤمنة بامير المؤمنين مو من الخوارج قالت ان كان قد قال فقد صدق قال اعتقد انت مقتول قال انت لنا ام علينا فسا جاي بس تخبرني تخبرني قال انا جاي عليكم قال ابتعد روح فان من سمع واعيتنا ولم ينصرنا اكبه الله على من خريه في نار جهنم اليوم اذا واحد يسمع عن قصة الحسين ويميل قلبه الى يزيد يزيد يميل قلبه الى يزيد هذا وياه لان كل جذور الاعمال السيئة والخيرة تبدأ من النيات من القلب تميله الى معصية ترتكبها اذا استطعت اذا ما استطعت بعد انت ما استطعت قال انا سباح قهار درجة اولى اسم حصل لي مي اكو ناس طاغوت بس شوية يحصل لفت سلطة معينة ولو كما يقول البحارنة امارة ولو على حمارة يوم اللي يحصل لحمارة شوف شي يسوي بيها المسكين هاي الاحمارة مالت طاغوت اللي يميل الى الحسين مع الحسين قال ليت فلان وفلان شاهدوا معنا قال واحد اصحاب امير المؤمنين قال اهوى اصحاب كذلك ذكرتهم معنا ويانا قال نعم قال اذا شاهدوا معنا تلعن منه تلعن اللي سمع اللي تهيى وحتى له ما اجع اي واحد اللي كان صلوا على محمد فلابد ان نبحث عن الجذور لكن اذا اجينا بناء على هذا الكتاب اللي كان فصاحبنا سبعة الاهداف يجيب للامام الحسين الامام الحسين انتصر في كلها جميعا على الاطلاق انتصر فيها كل يعني حقق كل اهداف والجماعة ما حققوا اي هدف من اهداف تقول شلون الامام الحسين كان يريد يقضي على بني امية ويطيع حظهم يسقطهم لكن هو قتل مو مهم كيف انتصر في نهاية المطاف مقتل الامام الحسين ادى الى نهاية حكم بني سفيان يزيد حكم الثلاث سنوات عمره خمسة وثلاثين سنة الشاب نزق مغرور متكبر متجبر مدلع ابوه عن شكل ربي ثلاث سنوات بقى راح الى جهنم وحكم بني سفيان انتهى حكم بني امية استمر لكن الشي اسمه بني مروان لكن بني سفيان انتهى يعني معاوية اللي كان مخطط الف سنة هو اولاد يحكمون مثل ما صدام كان مخطط يبقى الف سنة هو وقصي وعدي وفلان وفلان الى آخره لكن حينما يرتكب الجرائن الله يقصف ان ربك لبالمرصاد رب العالمين كما ينصرك وانت مؤمن فانه يهزم الظالمين لتفكر ظالم يفوت ظالم ما يقدر يشرب من الله والله صمم على هذا وقرر وكتب واعلن الله بالمرصاد يزيدي لا بد ان ينتهي وانه هاو الامام الحسين وان رماهم مزبلة التاريخ هو وكل جماعته معاوية بني سفيان الاخر الامام عليه سلام الله عليه هذه ليلة القدر خير من الف شهر الى تأويلات مختلفة طبعا منها ليلة القدر يعني ليلة مبيت الامام علي في مكان رسول الله في ليلة يجرته من المدينة من مكة الى المدينة الف شهر بني امي حكموا الف شهر شكتا خلصوا مو بس خلصوا لعنات التاريخ تعقبهم لعنات التاريخ كنا في السويد في العاصمة استوكهول سنة من السنوات كان واحد من الجماعة جاي للموصل ومتدرب ورجع لهناك ودبر له أسلحة وشد على نفسه حتى يفجر نفسه في شارع من شوارع استوكهول تاريخهم مصاير عملية ارهابية أيام اللي كانت دواعش تحكم هاي المنطقة وعدم الامكانيات كان جاي لهنا مدربي ورجع إلى هناك لكن القنابل انفجرت فيه ومات وحده هو اللي مات بس طلعوا الجماعة اللي ضد المسلمين وضد المهاجرين وأنه ما لازم نقبل ذول المهاجرين وذول كذا يسوون وجابوا لنا ارهاب متى قتل يوم الثالث من محرم الحرام وأنا كنت هناك فاتفقنا مع الاخوة أنه يوم التاسع تخرج مسيرة حتى في أيام الشتاء القارس 16 تحت الصفر فيوم التاسع نرفع شعارات ضد الارهاب لأننا ضحايا الارهاب وضد بني أمي وقتلت الحسين وقلنا خل نطلب من الحكومة نطلب فد واحد يجي يلقي كلمة في مسيرة الإمام الحسين ونطلب من الكنيسة أن ترسل أحد القساوسة يتكلم في المسيرة طبعا أرسلوا لنا منه أهم وزارة عندهم زارة التجارة أخو نفط ما عندهم حتى وزير النفط مهم لا أولاية صغيرة تسعة ملايين نسمة مشمورة في أوروبا الدول الإسكندنابية وإلى فترة كانت دولة محايدة حتى في الحرب العالمية الثانية ما تدخلت السويد في الحرب العالمية لا إلى جهة النازيين ولا إلى جهة الخلافة المهم دزولنا وزيرة التجارة حتى أنا في البداية ما أعجبني وزيرة شنو قالوا هاي أهم وزارة دازين لكم فأي رايحة قارية عن الإمام الحسين هذا القسيس رايحة قارية عن الإمام الحسين يلقي كلمة بين جماعة اللي يؤمنون بالحسين طبعا الأخبار كل نصة عدم خبر يتكلمون عن الحسين يعني القضية شنو صارت إعلام للإمام الحسين سلام الله عليه وعدد المشاركين أربعة آلاف نسمة وذي جالسنة هم خافوا على المتظاهرين على المواكب جابوا لنا حصونة يعني الشرطة اللي يراكبين على الفرس وودونا إلى وين أنا قبلها كنت رايح قالوا تنهون المسيرة أمام قصر الملك عند البرلمان برلمان مننا قصر الملك مننا فإعلام جيد صار للمسألة يوم اللي كمل هذا القسيس كلمته إجي يمن إحنا كنا علماء واكفين أمام المسيرة والصحافة قالت أربعة آلاف ودرجة الحرارة شوية نازلة شوية أقل من العراق في هالأيام ستطاعش ساعة الصفر والسيمز توبي توني يعني كأنه عشرين درجة لأن كانت رياح فإجي قال أنتوا أدنتم هذا العمل أكو جماعة آخرين مسلمين مثلكم واعتبروا شهيد شو الفرق بينكم وبينهم طبعاً يتكلم بالسويدي واللغة السويدية فاللغة بس إلى المطار هاي اللغة موجودة فاللغة ضاعة في التاريخ ولذلك أغلبهم يعرفون إنجليزي وتكلمون إنجليزي قلت لصاحبي المترجم قلت لخلي أنا أجاوبة قلت أنتوا مسيحيين قال إيه قلت هيتلر كان مسيح وشعاره صليب الصليب المعقوف صليب شو الفرق بينكم وبينهم قال إحنا ضحايا هيتلر قلت إحنا ضحايا هيتلر أنتم متعجبين كيف أن داعش تقطع الرؤوس إحنا ما نتعجب قاطعوا رأس ابن بنت نبيهم وأطفال الصغار وكل من قتل مع الحسين فذول إحنا ضحاياهم تقول ليش أنتم أدنتم والجماعة ما أدانوا أريد أن أقول قضية الحسين إلها جذور لازم نبحث عن الجذور كيف يقتل الحسين كيف يهان ذاك النصراني ختدرون أن يزيد بن معاوية أنهى القضية في الشام ليش هو عقود وعمله يدل على عقده قبل ما الحسين يقوم بنهضته قبل أي شيء كتب رسالة إلى الوليد واليه على المدينة المنورة أنه أخذ من عند البيع فإن أبا فضرب عنقه وأرسل إلي رأسه ترى ما كن في الإسلام الرؤوس تنتقل إياكم والمثل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به حينما قتل حمزة في معركة أحد وجاء النبي ورآه وقد مثلوا به وأخرجوا كبده وأم معاوية علقت هذا الكبد كقلادة تتزين بي أمام قريش قال لئن أمكنني يا الله من قريش لأمثلن بسبعين منهم وكبى سبعين تكبير على جثته شسمه على جثته حمزة فنزلت الآية وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به لا يا رسول الله لا وحتى أنه وحش وحشي هرب من مكة حينما نزل الجيوش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف هو الذي قتل حمزة وسمع الأخبار النبي شنو قال النبي شقد بش على حمزة أما حمزة فلا بواك يلا وإلى آخري فشرد إلى الطائف راعد واحد قال شكو عندك شارد قال بابا أنا قتلت عم وسمع عمه سيدة الشهداء أنا قتلت إذا إلا يعني يسيطر علي ما أمعلم شي سو بي زين سلام عليكم فقال لي متى عرفة هذا هذا غير هذا نبي يطيع الله فيما يأمر وروح لكن لا تكشف عن وجهك روح أقعد يم ما تشهد الشهادتين المعادلة عنده تتغير خلص مي قتلك الإسلام يجب ما قبله فهذا يجي يغطى وجه يجي عند رسول الله أريد أن أؤمن على يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله النبي شاف أوحشي أنت قال نعم يا رسول الله قال كيف قتلت قال أن هين طلبت من عندي إما أن أقتلك وإما أن أقتل علي وإما أن أقتل حمزة طال حيث شفت علي ما أقدر علي علي يدور ولذلك من وين كان يعرفون علي في أي مكان من الميدان من الرؤوس والأيد اللي تتقطع كان يدور الجيش كله يدور ويا ما كان يعطي ظاهر العدو شفت علي ما أقدر علي أنت حولك أصحابك ما أقدر علي لكن حمزة شفت عنده غيرة شجاعة شجاعته تغلب علي فقالت هذا أقدر غصيد فضربته وقام من مكانه تعقبني بعدين ضعف سقط على الأرض أجيت علي وجدتي هند أم هذا معاوية أبو هذا يزيد بيبيت يزيد هاي تحكم المسلمين المهم فقال النبي أعذب عني روح غيب وجهك عني لأنه كل ما أشوفك أذكر عني حمزة أذكر المهم الأنبياء الأولياء يتبعون أمر الله عواطف شخصية ما لتم تحكمه ويقوم بما يقوم به لله مخلصا لأمر الله ماذا يقول له الله عز وجل يعمل نعرف جذور القضية وين صارت الأمة انقلبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي يقول لك أنت تقولون الأمة ارتدت ايه نعم ارتدت الأمة شنو معنى الارتداد نبيهم يقولون مجنون والصي يخالفو يقودونه بحمائل سيفه بيتة يقتلوها شنو معنى الارتداد شنو أكثر من هذا الارتداد هذا الارتداد ارتدت على رسول الله وارادت أن تنتقم من رسول الله في ذريته وهذا ما فعله والله ليش الكلمة تستخدمه ليش جديد ليش الكلمة تستخدمه تعال ندرس الواقع واقع شنو صار شلون أهل بيت النبي وعلي من أقرب الناس إلى رسول الله حتى أن الخليفة الثانية عمر بن الخطاب يقول كنا ننظر إلى علي في أيام رسول الله كما ننظر إلى الناجم من الحقل إذا واحد ترفع من مقام تقول اي ناجم في السماء مين هو الحقل عجب هذا ما استشاروا في شيء ولا أعطوا منصب شرطي من طبع منصب قاضي ومع ذلك كان أحيانا يدخل حتى لا ينهزم الإسلام وعين على الإسلام عين على دين الله إذا هو ينظلم خلي ينظلم يقبل الظلم بس الدين يبقى الدين كما هو ولو كان علي يقوم بالسيف في ذلك الوقت لا أعلنوا أن كل كذب وحن اتفقنا هو رسول الله على أنه هذا دين وما دين كل كذب وعددهم كان لا بأس به فالدين كان ينظر علي وفاطمة والحسن والحسين وأهل النبي أهل بيت النبي هؤلاء هم الذين وقفوا أمام العدو هم الذين شاركوا ورسول الله في رسالته شاركوه هؤلاء حريصين على دين الله الحسين يخرج من مكة يقول ما أريد أن حرمت مكة انتهك بسبب ما يقاب من الموت أنت تقول فالواحد متعلق بأستار الكعبة يقتله هذا الشيء مهم عظيم لكن ما يريد ما يريد أن يقتل الحسين في مكة ومكة لها حرمتها بيت الله هذا ما يريد انقتل في مكة وما أريد إلا الإصلاح ما استطاع ألا وإني لم أخرج أشرا ولا مطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر لأن الحق أنا حق من غير أنا أحق واحدة اللي أغير أما بالنسبة إلى الدنيا فعند الرسالة كل شيء بسيطة تلخص جوهر الدين ولباب شريعة سيد المرسلين ألا وإن الدنيا كأن لم تكن وأن الآخرة كأن لم تزل هذه الدنيا كأنها ما كانت موجودة والآخرة كأنها لم تزل الآخرة من أول كانت موجودة الدنيا خلصت فمي هم قضية الدنيا ومقتل وإلى آخره نسأل الحسين ما الذي كنت تهدف حقق جميع آدافه في نهضته المباركة وكما قلت لكم على الأقل مليون درس يعني أنا أشوف بعيني مليون درس تقدر تستنبط من نهضة الإمام الحسين نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا دائماً لأحياء أمره فإن أحياء أمره أحياء للدين حينما نقول حسين نقول الله ذكر الألي عبادة وذكر الحسين عبادة والدمعة على الحسين عبادة رب العالمين يوم القيامة كل عين باكية إلا عين بكت من خشية الله أو بكت على مصاب أبي عبد الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين يوم القيامة اشتركوا في القناة